السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه الجو برد جدا ومحتاج اكلة سهلة وسريعة بداخدش وقت في التحضير وكمان يكون طعمها طحفة هنعمل النهاردة حاجة بسيطة جدا الناس كتير او بيحبوها وان شاء الله هتشوفوا الطريقة التعتي و هتعجبكم يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه اول حاجة طبعا هدى اجيب الخضار هقطع البصلية بالشكل دوت وكمان الجزر والبطاطسوية ومع اينا الطماطميتين نفس الحكاية برضو هتجاية مطعها بالشكل ده كده طبعا الخضار بتاعنا نقوي اتغسل وبعد كده قطعته هنا بقى جيت الحالة بتاعتي على عيني بتجايز حطيت فيها شوية الزيت وانزلت عليها بالخضار معايدة الطماطم يعني حطيت الجزر والبصل والبطاطس وشوحتهم كده تقلبتين وبعد كده نزلت عليهم بمعلقة كبيرة توم وبرضو هقلب كده التوم برضو مع الخضار وبعد كده بقى هنزل عليهم بالطماطم وبرضو هتديهم تقلبتين برضو كده مع بعض حلوة قوي كده تمام كده بعد كده بقى هجهز معي تلت كبيات عدس والعدس طبعا بيكون مخصول ومصف كويس جدا هروح جاي حطى التلت كبيات طبعا الكمية دي براحتك خالص عب حبة قطري حبة قليلي براحتك خالص هروح جاي بقى حطهم كده وابدأ بقى اشوح الخضار مع العدس على فكرة الحلقة دي حلوة قوي بتجدي نفس للخضار بتاعك والعدس بتخلي طعم وطحف كده حدرت ماء مغلية وابدأت بقى انزل عليها كده وروح جاي مقلباها واغطيها واسيها بقى لغات العدس بتاعنا والخضار لما يستوي معنا تماما تمام كده بعد كده ان شاء الله نرجع بعد ما استوى معنا العدس والخضار هبدأ بقى هدربت الوقت بقى العدس كده لاما تضربيه بالهند بلند لاما تضربيه في الخلاط ده او ده اللي موجودة عندك اضربي به تمام بعد ما اطحانه كويس جدا هجيب معلقتين من الشعرية على شوية زيت صغيرين جدا وهبدأ احمر الشعرية طبعا الخطوة دي اختارية حابة تعمليها تمام مش حابة فيش مشكلة احنا عندنا هنا بنحب ناكل ايه العدس بالشعرية هروح الجاي بقى حطها الشعرية كده وهقلبها مع بعضيهم تمام وهبدأ بعد كده بقى جاهز معي بقى البهرات وكمان مكعب ماجي مكعب واحد بس احطه وينص معلقة صغيرة كمون ونص معلقة صغيرة فلفل اسود وكمان معلقة صغيرة ملح حلوة قوي كده تمام بعد كده بقى هسيب بقى العدس بتاعي لغاية الشعرية بس لما تستوي طبعا كل حاجة معي مستوية الخضر مستوي والعدس مستوي انا عايزة بس الشعرية هي لتستوي يعني دقتين تلاتة هيكون العدس بتاعنا جاهز كده خلاص استوى معانا هغرف بقى العدس تلوقتي بقى كي معاكم بص ما شاء الله القوام بتاعه تحفى وشكله لذيذ جدا جدا وطعمه ورحته والله العظيم تحفى بجد ان شاء الله هتجرب الطريقة بتاعتي وهتعجبك حابة بقى تكليك بالمعلقة حابة تعملي فتة عدس او تكليك كده بعيش تحفى 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 وطبعا جنبي بقى جرجير او بصل والكلام ده كله ان شاء الله بجد هتجرب الطريقة بتاعتي جميلة جدا جدا يارب تكون عجبتكم وتنسوش بقى اكتب ليكم منت حالو وحطيه لايك على الفيديو والسلام عليكم اشتركوا في القناة